مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم مساحة اليوم حرب الفنانين رجعت بين أمين غارة ولطف العبداللي بسبب نسبة المشاهدة اليوم ثم كونكيرانس كبيرة ياسر في الدمانة ذاي اليوم نكتشف انه أمين غارة يوجه رسالة قاسي ياسر لطف العبداللي بعد ما قال لطف العبداللي انه عمل نسبة مشاهدة كبيرة ياسر معناها في قناة التاسعة بعد ما استدعى مريم الدباغ لكن أمين غارة كذبه ووجه له رسالة معناها بالملموس وثم حاجم وثقة انه قناة معناها الحوار جديتو برنامج جديتو عمل نسبة مشاهدة كبيرة ياسر اليوم عنا ساتستيك لهنا ونشوف الرسالة الي اكتبها أمين غارة اللطف العبداللي اكتب أمين غارة انتصر الضوقة الراقي على التفاهة نعترف الي صنعنا التفاهة سابقا جابت نسبة مشاهدة كبيرة ياسر لكن اليوم حبيت نوريكم اللي بالذوق وبالحلقة راقية جدا تنجم زيدا تكون الاول في نسبة المشاهدة وداعا الى مسبلة التاريخ كما كنتوا تسموا الكلاش معناها امين غارة رجعي كلاشي في لطفي العبداللي وزادة حب تستيك كما قاعدين تشوفوا انه برنامج جديتو جاب 24.9 معناها و لطفي العبداللي برنامج عبداللي شوطايم جاب 16.60 والبرامج الزوز معناه يتبثوا في نفس الوقت لكن لكن امين غارة كذب لطفي العبداللي خاطر لطفي قال البرنامج عبداللي شوطايم عمل نسبة كبيرة ياسر من المشاهدة وكذا تاتا لكن امين غارة اليوم كذبه وقال له احنا بالذوق الراقي ومعش نجيبه شلاك هذيكم خاطر امين متعارك هو مريم الدباغ معناه بحلقة عبيد تربية واخلاق وكذا 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 ويقدموا في محتوى به حاجة كرياتف انه جابوا نسبة مشاهدة كبيرة ياسر وكذب في لطفي العبداللي وهكي نكون وسننا الى نهاية الموضوع